ضمن فعاليات اليوم الثاني من قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا انطلقت الأربعاء الرابع عشر من ديسمبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي المنتدى الذي جاء تحت شعار الشراكة من أجل مستقبل مزدهر وقوي لأفريقيا يهدف إلى تعزيز العلاقات الأمريكية الأفريقية من خلال دعم التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمارات بين الولايات المتحدة وأفريقيا وقد شارك رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس ديبيتنو في أعمال المنتدى إلى جانب نظرائه قادة وزعماء القرى السمرة ويشارك إلى جانب القادة والزعماء ممثلوا الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة وأفريقيا ويظهر المنتدى اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمدى جسور التواصل التجاري وتعزيز التعاون بين أمريكا وأفريقيا وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة بمناسبة اختتام فعاليات المنتدى أكد فيها التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية كما انتهز الفرصة وجدد التزام بلاده بدعم استقرار القارة عبر معالجة الأزمات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستثمار الأمريكي في مختلف المجالات لخلق مستقبل أفضل للقارة الأفريقية هذا ويعتبر المنتدى الأفريقي الأمريكي سانحا لتعزيز العلاقات وأمد جسور التواصل الثقافي والاجتماعي بين قادة الولايات المتحدة وزعماء القارة الأفريقية من ناحية والقادة الأفارقة فيما بينهم من ناحية أخرى خاصة وأن معظم القادة الأفريقية لبوا الدعوة للمشاركة في هذه القمة التي تشكل فرصة لعقل اللقاءات الثنائية وبحث القضايا محل الاهتمام المشتركة اشتركوا في القناة